محصناً بما يقول إنها أدلته دخل سفير سوريا في الأمم المتحدة على خطوط المواجهة الدولية المتصاعدة ضد بلاده استخدام الأسلحة الكيموية ليس خطاً أحمر إنه خط قرمزي دموي لا يمكن قبوله الدفاع الذي انطلق منه الجعفري أتى رداً على الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس الأمريكي بشأن ملف سوريا الكيموي مستنداً على تقارير استخباراتية غربية لدينا أدلة على استخدام الأسلحة الكيموية في سوريا لكننا لا نعلم أين ومتى ومن استخدمها أسئلة هدد أوباما بأنها ستغير قواعد اللعبة حين يحين موعد الإجابة عليها دمشق التي اختلفت مع الأمم المتحدة على نطاق التحقيق تصر الآن على فتح تحقيق بصور بثتها في مارس الماضي وقالت حينها أنها لهجوم كيموية على خان العسل في ريف حلب مضيفة أن بحوزتها أدلة على تهريب السلاح إلى المعارضة قادماً من تركيا تقارير الاستخبارات الغربية حددت مخزون سوريا الكيموي كونه واحدة من الأكبر في المنطقة وحددته بخمسمائة طن من غاز السارين السام وبمراكز انتاج تتوزى على خمسة مناطق متفرقة أدخمها في السفيرة في حلب مواقع المعارضة هي الأخرى لا تقف مكتوفة الأيدي وبحوزتها أدلتها كما تقول الصور التي تنشرها هذه المواقع تتهم دمشق باستخدام الكيموي أكثر من مرة في حمص القديمة وأكثر من مرة في حلب في خان العسل والشيخ مقصود والاعتابة في ريف دمشق وفي سراقب في إذلب أدلة متباينة بين الأطراف كافة تضع فريق التحقيق الدولي في خانة الانتظار وتشتت تحليلات المراقبين بين سيناريوهات عدة بعضها يرجح استغلال ورقة الكيموي لبقاء الأسد فيما يرى البعض الآخر أنها الورقة التي ستكرر السيناريو العراقي في سوريا موسيقى